دكتور بشير الأمم المتحدة تضغط على إدارة بايدن من أجل عدم الذهاب نحو هذا الخيار في نظرك ما هي الأسباب وهل هناك بالفعل أسباب حقيقية جوهرية للأمم المتحدة كي تضغط بعدم إدراج ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية نتذكر جميعا أنه كان هناك قرار فيما مضى بتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية وكان ذلك سيرتب إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية ضد الجماعة لكننا فوجئنا بأن الأمم المتحدة سرعان ما تراجعت بذريعة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن الأمم المتحدة ارتأت أن الحوثي سلطة أمر واقع فعلي في اليمن برغم كل التقييمات السياسية لوضع الحوثي كجماعة انقلابية متمردة على الشرعية في اليمن إلا أنها تعتبرها سلطة أمر واقع تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى ومن ثم لا يمكن للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية التابعة لها مباشرة أنشطتها الإنسانية في اليمن من دون التنسيق مع الجماعة ومن دون اتخاذ إجراءات للتعاون المشترك في هذا السياق وإلا ستتفاقم المأساة الإنسانية في اليمن من مجاعات وتفشي أمراض وأوبئة وغير ذلك ومن هنا جاء التراجع عن هذا القرار في محاولة لتمرير المساعدات الإنسانية بشكل آمن الغريب أن التراجع عن هذا القرار لم يرتب تطورا إيجابيا في الوضع الإنساني المأساوي في اليمن بقدر ما سوغ لجماعة الحوتي المضي قدما والإمعان في استخدام الأطفال في الحروب وانتهاك القواعد والقوانين والمواثيق الدولية والتملص من الاتفاقات المبرمة ومن القرارات الأممية ذات الصلة معنى ذلك أن الجماعة استغلت تراجع الأمم المتحدة من أجل المضي قدما في مشروعها التوسعي الذي يجافي القوانين والموثيق والأعراف الدولية